لأنها لا تجدي نفعاً ولا تصيب هدفاً قررت روسيا أن تحك جلدها بأظافرها وتنشئ مصنعاً للطائرات المسيرة على الرغم من استلامها أكثر من أربعمائة طائرة من طراز شاهد 131 و136 من طهران وهو المخزون الذي استنفدته روسيا بالكامل تقريباً وكالة الاستخبارات الأمريكية كشفت المصنع الروسي الذي وضع حجر الأساس له منذ أيام لتصنيع طائرات دون طيار والذي يقع على بعد 600 ميل شرق موسكو لتعويض القوات الروسية في أوكرانيا بمسيرات بحجم أكبر من حجم تلك التي حصلت عليها من إيران حتى الآن لا شك أن المسيرات في الحروب في السنوات الأخيرة قد أحدثت فرقاً استراتيجياً على مستوى أداء القوات وتحركاتها فهي تعمل كوحدات استطلاع تارة ووحدات هجومية وانتحارية إذا لزم الأمر تارة أخرى لجأت روسيا للمسيرات الإيرانية رخيصة الثمن رغم ضعف آدائها للرد على الأسلحة التكتيكية والحديثة التي يمول بها الغرب أوكرانيا في حرب تجاوزت 18 شهراً استنزفت فيها روسيا من الرجال والعتار والسلاح ما لم تكن تتوقعه في بداية العملية العسكرية حيث قالت وقتها إنها لن تستغرق شهراً واحداً المعلومات الاستخباراتية الأمريكية أكدت أن إيران تدرس تقديم صواريخ باليستية لروسيا لكن يبدو أن هذه الخطة قد تم تعليقها في الوقت الحالي على الأقل ويرجع الخبراء تحفظ موسكو على الصفقة الإيرانية لما وجدته من آذاء دون المستوى لمسيرات شاهد بطرازاتها المختلفة لعل من أهم المستفيدين من إطالة أمد الحرب الروسية الأوكرانية بعد أمريكا إيران التي ترى في حرب أوكرانيا وتزويد روسيا بالمعدات العسكرية معرضاً تفاعلياً لزبائن محتملين لسلاحها الذي لا يجد من يشتريه رغم رخص ثمنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر